أنه وزارة المالية أعلنت أنه تم الإفراج الجمروكي عن بعض السلع والبضائع والمنتجات المستوردة اللي موجودة في الموانئ والمنافذ الجمروكية وده بقيمة تقريبا 131 مليار دولار خلال 21 شهر حتى نهاية شهر يونيو اللي فات ووزير المالية الدكتور محمد معيت أكد أنه عمليات الإفراج الجمروكي دي بتتم بمراعاة أنه يكون عندنا أولوية في سلع معينة لها الأولوية في الإفراج الجمروكي السلع الأساسية السلع الغذائية مكونات التصنيع الغذائي الأدوية المواد البترولية الوقود كل ما يخص مستلزمات الإنتاج ده ليه أولوية وبالتأكيد ده يعني بنشتغل عليه بشكل يسهم في تأمين المغزون الاستراتيجي للدولة من أي سلع أساسية الناس بتحتاجها تكون متوفرة داخل الأسواق المحلية نكون دلوقتي معنا على الهاتف دكتور محمد شادي باحث الاقتصاد السياسي بالمركز المصري لدرسات الاستراتيجية سأخير على حضرتك دكتور ولو تطلعنا كده على أهم المواد اللي تم الإفراج عنها الإفراج الجمروكي في هذه الإفراجات طيب وبالتأكيد ما نتكلم عن المواد هو ده معناه إيه؟ يعني الرقم اللي أخذك والتي دوت معناه إيه؟ ده معناه إن الدولة مستمرة في توفير حاجات السوق ومستلزمات الإنتاج اللي ضرورية جدا علشان تكاسح أطبخهم وإرتفاع الأسهار وزي ما حضرتك عارفة إنه الإفراج الجمروكي بيتم بيئة دولار يعني حضرتك كل الوردات اللي جاء من خارج دي بيتسع تمانها بالدولار وده معناه إن مصر قادر توفر الرقم الملياري 121 مليار دولار دولار مصر قادر توفرهم في الفترة بتاعة 21 شهر اللي فاتوا مصر قادر توفرهم بانتظام صحيح فيه زي ما حضرتك قلت يعني ترتيب لأولويات الإفراج الجمروكي علشان نحافظ على المرزوم الدولاري المصري ده زي ما حضرتك بيصب وعشان نوفر السلع الأساسية للناس المعتجاه وما تقدرش تستجنع عنه هو ده بيصب فيه حاكين أساني الحاجة الأولى إنه مصر قادر توفر احتياجاتها من السلع الأساسية أو السلع الاستراتيجية التي بيجينا عنها للمواطن واللي بتمس يومه الحقيقي قصد يومه الأساسي وبتمس احتياجاته الأساسية خاصة المأكل والمشرب وأكل الحيوانات والطيور اللي المواطنين بيتستخدموها ده أول حاجة الحاجة الثانية مستلزمات الإنتاج ده تفصيل السلع لدخل مستلزمات الإنتاج بكافة أنواعها من السلع الوسيطة سواء في شكل السلع الرأس مالية يعني الألات والمعدات وهكذا أو في شكل خامات ومدخلات الإنتاج بيتستخدم فيه صناعة العديد من الصناعات الأساسية قصد من الصناعات النهائية زي مثلا صناعة السيارات زي مثلا صناعة المعدات التقيلة وخلافة وبالتالي الإفراج الجمروكي ده أو المواد اللي بتدخل دي بتساعد أول حاجة بتساعد في الحفاظ على معدلات الأسعار مستقرة داخل السوق وفي نفس الوقت بتساعد على إضافة فرص عمل علشان المصريين يفضلوا يكملوا في مصانعهم يفضلوا يكملوا في أعمالهم دون أن نفقد وظايف أو دون أن نفقد فرص عمل في ذلك اللي بحصل في الاقتصاد العالمي وبالتالي أنا من ناحية بوفر الأكل وبالناحية تانية بوفر الفرص العمل علشان نحافظ على معدلات النمو بتاعت الاقتصاد وفي نفس الوقت أدخل بالحضرتك أن القيمة اللي بتضيفها المدخلات الوسيطة اللي دخلت عبر المنافذ الجمروكية دي بتساهم مرة تانية في إعادة درارات تانية لمصر لأنه جزء منها بيرجع للتفضيل الخارج بالذات في صناعة الملابس لأنه جميع حضرتك عارفة جزء كبير جدا من متخلات صناعة الملابس بيجي دلوقتي من الخارج سواء بقى أصباغ سواء أخطان سواء حتى غزول أو كده مهنة دكتور محمد تتضح أهمية مسألة توفير المخزون الدولاري لفراج الجمروكي عن مستلزمات الانتاج استمرار هذا يعني كل طول ما مصر قادر وففر لأنه إحنا كان عندنا قبل كده سياسة اتجربت ويعني أزبطت يعني أنها مش ناجحة أوه بالتالي الإدارة تعلمت كويس جدا نزال تتعامل مع الأزمة إزاي تحافظ على السوق مستقر وتتخلل المنتجات بتاعته وفي نفس الوقت تتنظم خروج الدولارات اللي عندها في ظل أزمة العالم كله بيعاني منها وزي ما حدوك شايفة الفيدرالي النهاردة مازال مستمر في اتجاه للرفق وبالتالي الإدارة محتاجة تتنظم العملية بحيث أنها تتحافظ على اتحق المصلحة مصلحة المستهلك ومصلحة المنتج وفي نفس الوقت تتضل محافظة على استقرار السوق وفي نفس الوقت تتضل محافظة على مخزونها الدولاري بسياسة الأولويات بس كده تتضل أزمة طحنة وكل شواء عملت زي الأزمة وده اللي كنا نقول علي من فترة طهولة جدا إنه الإدارة المصرية عندها القدرة نتحيل الأزمة دلوقتي حالا لكن إحنا عندنا عظم يقين بشأن حل الأزمة من الخارج يعني دلوقتي الإدارة المصرية تتحيل مشكلة الدولار تتحيل مشكلة الواردات في ثانية واحدة بتدخل فاولي قاطر لأنها قادرة تعمل كده لأنه عندنا 34 مليار دولار في البنك المركز السيولة لكن هل أنا عندي إدراق حقيقي للأزمة العالمية اللي إحنا موجودين فيها هل تنتهي إمتى هو ده اللي يخلينا نلتزم ونتمسك بالسياسة الأولويات دلوقتي ويسيطة إن إحنا يبقى عندنا نفس طويل صحيح بنعاني معاناة بسيطة لكن المعاناة البسيطة دي بتحميني من إنه أنا أبص في يوم من الأيام مثلا بعد عشر شهور اثنشر شهر ألاقي نفسي غير قادر على توفير أكل المصرين أو غزاهم أو غير قادر على توفير المدخلات الأساسية لإنتاج سواء قطع غير سيارات قطع غير مصانع أو هكذا وبالتالي لازم تدبير الدخول المواد المستوردة دي أو السلع المستوردة دي يكون بترتيب ضكيك جدا بحيث أن أنا أحفظ على المصلحتين وهو إنبتك صحيح أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد شادي باحث الاقتصاد السياسي بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية شكرا جزيلا على وجود حضرتك معي